بقيع شاشة قناة الناد الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندرية ومقر إقامة فريق الناد الاهلي وآخر استعدادات الناد الاهلي لمواجهة فريق المصري في المباراة الجولة الثالثة عشر ليدوري المصري الممتاز صهرة رمضانية كروية هنا على استياد الجيش ببرج العرب بمدينة الاسكندرية المبرلة تجمع طبعا ما بين الاهلي والمصري طبعا النادي الأهلي بعد تحييل الفوز الأخير على فريق الاتحاد السكندري بهدف أحرازه اللعب لويس ميكي سوني واستمرار الأهلي على صدارة الجدول الدوري المصري الممتاز تمرير تدريب واحد فقط كابتن أيمن أدى لعب النادي الأهلي بالأمس هنا في الأسكندري طبعا التعارف نظرا لضيق الوقت طبعا ويتلاحم المباريات طبعا تدريب بالأمس شاهد حالة من الدهية وحالة من الجازية من اللعبين مع الروتيشن اللي بعمله مستر بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة واللي شفناه مؤخرا في مباراة الاتحاد السكندري رفع شوية الروح المعنوية عند اللعبين الجميع بيتصابق من أجل حجز مكان في التشكيل الرسمي للنادي الأهلي مستر بيتسو موسيماني عقد محاضرتين محاضرة بالأمس مع اللعبين طبعا نتكلم على أهمية المرحلة مرحلة اللي احنا فيها بعد تجاوز مباراة الاتحاد مباراة المصري وفي حالة من الارتياح يعني حالة من الارتياح بتسود الجازي اللي فني عقب قرار ربط الأندية بتأجيل مباراة طي الأهلي أمام شرية الدخان ونادي أمبي طبعا وتفرغ الأهلي بشبه تفرغ كامل للنادي أهلي لمواجهة فريق الرجاء البيضوي سواء في اللقاء اللي هنا في القائرة أو الرقاء اللقاء اللي يكون إن شاء الله في المغرب مستر بيتسو مسماني عقد محاضرة مع اللعبين بالأمد طبعا نتكلم على إيجابيات وسلبيات مباراة الاتحاد السكندري عارب بعض الفيديوهات لمباراة فريق المصري في الفترة الأخيرة يعني حط إيديه على نلقات القوة والضعف وأسلوب اللعب اللي هيلعب بيه المباراة النهاردة النهاردة عقد محاضرة أيضا مع اللعبين ودور لعاب النادي الأهلي في التحفيز وخلق دوافع للعاب النادي الأهلي طبعا الناحة النفسية اللي بيشتغل عليها الكابتن سعد عبد الحفيز مستر بيتسو مسماني النهاردة وجوه اللعابين الجميع مركز في هذه المباراة خطوة مهمة جدا في مشوار النادي الأهلي نحو الدرع رقم 43 الصورة اللي بنشوف عليها اللعابين يا كابتن آيمون نحن موجودين معهم في مقر الإقامة لعابة كلها مركزة برات المصري ثم مبارات الرجاء إن شاء الله نقدر نقول إن اللعابة في قمة التركيز إن شاء الله إن شاء الله ده ينعكس في أرض الملعب أيضا الغيابات استمرار الغيابات الموجودة في النادي الأهلي طبعا بينضم لهم مؤخرا محمود وحيد وحمد فتحي وطار محمد طار طبعا الثلاث لعابين اللي بيغيبوا عن هذا اللقاء طبعا بعد ما شاركوا فيه اللقاء الأخير للأهلي أمام الاتحاد السكندري لكن أقدر أطمنك يعني إذا ما اطمننا من الدكتور أحمد أبو عبل أنهم إن شاء الله يكونوا موجودين مع الأهلي خلال المباراة القادمة مباراة الرجاء البيضوي كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي في هذه المباراة طبعا المباراة في تمام الساعة تساعة والنصف في استاد الأسكندري استاد ده برج العرب في الأسكندرية عايز أقول لك أن درجة الحرارة هنا 17 درجة مقوية الجو ملائم إن شاء الله إن إحنا نستمتع بأيه وجبة كروية أو صهرة لمضانية ما بين فريق الأهلي وفريق المصري لكن إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذا اللقاء وسلسة نقاط جديدة إن شاء الله يضافوا للنادي الأهلي في مشواره نحو الدرع رقم 43 من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شاوي